بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس جوزيف آر بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص تعزيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اشتاحت ولاية تنسي وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين مؤكدا سموه حفظه الله تعاطف دولة الكويت مع البلد الصديق وراجيا سموه أن يتمكن المسؤولون من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية متمنيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس جوزيف آر بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ضمنها سموه خالص تعزيه والصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اشتاحت ولاية تنسي راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية ممثلة ترجمة نانسي قنقر